السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي الكرام هل تصدقونني إن قلت لكم إن أكثر من 90% من الأسر تعاني التعطيل في كل جوانب الحياة تعطيل في الرزق في الزواج في إنجاب الدرية في الدراسة في العمل وحتى ولو توفرت هذه الأمور كاملة تجد الأسر تعاني من نقص في السعادة ولا تعرف السبب بل أكثر من هذا إن الهموم والمشاكل والأحزان تدخل دائما إلى البيت دون معرفة الأسباب الواقعية والحقيقية هذه الحلقة للجميع للبيوت المضمرة لمن يعاني التعطيل منذ سنوات لمن توقفت حياته فتمنى الموت قبل معاده وأقسم بالله إن هذه الحلقة هدية للجميع والدواء موجود وأسباب هذه المحن والآلام مذكورة في الكتاب والسنة وحتى لا أطيل كلام أقول هناك سبعة أشياء تجلب النحس والفقر والتعطيل ولا بد أن نتخلص منها على الفور أقول وبالله السعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن نتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ونبدأ إن شاء الله تعالى بدكر السبب الأول والسبب الأول أحبابي الكرام هو ترك قراءة القرآن في البيت خصوصا سورة البقرة قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة ومن هم البطلة هم الصحراء والحديث هذا صحيح رواه الإبان المسلم إذن حينما تترك قراءة سورة البقرة في البيت لأسابيع أو شهور تغيب البركة ويدخل النحس البيت ويكون هناك تعطيل في الرزق وتغيب البركات وهذا دليل وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وحينما تقرأ سورة البقرة مرارا وتكرارا في البيت الشياطين تهرب بالمقابل تدخل الملائكة وحينما تدخل الملائكة إلى البيت تحل البركة والرزق إلى غير ذلك وقال أبو هريرة رضي الله عنه إن البيت لا يتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكتر خيره إن يقرأ فيه القرآن وإن البيت لا يضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره إلا يقرأ فيه القرآن ماذا نفهمون أحبابك أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن خصوصا سورة البقرة يضيق يضيق على أهله يضيق بالهموم بالمشاكل بالنحس بالمصائب إلى غير ذلك ولو كان هذا البيت قصرا ولو كان عمارة ولو كان بيتا كبيرا يضيق على أهله نعم البيت يضيق كما قلت حتى ولو كان قصرا لأن الشياطين دخلته دخلته سبحان الله بالتعطيل دخلته بالنحس دخلته بالمحق إلى غير ذلك والبيت لا يتسع لا يتسع يعني البيت الذي يقرأ فيه القرآن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة البيت لا يتسع حتى ولو كان كوخا يعني من غرائب الأمور تجد مثلا إنسان فقير بسيط عنده بيت أو كوخ أو شقة صغيرة لكن يشعر بروحانيات يشعر بالسعادة يشعر بالهدوء سبحان الله إلى غير ذلك لماذا؟ لأن هذا البيت يقرأ فيه القرآن وتقرأ فيه سورة البقرة وننتقل الآن إلى السبب الثاني السبب الثاني هو ترك الاستغفار بالأسحار والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وما هو الدليل؟ قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلا صحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحر نركز على وبلا صحارهم يستغفرون يعني الإنسان الذي يستيقض في التلت الأخير من الليل في وقت الصحر ويبدأ بالاستغفار لا أعتقد أن النحس يدخل بيته أو يكون عنده تعطيل أو منع للبركة قال تعالى في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ناس التي تعاني من الهموم والمشاكل يعني أشكال وألوان اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال تعالى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يعني هذه امتمرات الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هي رسالة لمن يعاني من النحس وتعطيل الرزق ومنع البركة إلى غير ذلك ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وهذه من تمرات الاستغفار أحبابي كرام وأما عن صلاة السلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فهذا أمر من الله تعالى قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا الحديث هذا صحيح رواه الإمام مسلم السحيل من يصلي على النبي يعني أنت تصلي صلاة واحدة والله سبحانه وتعالى يصلي عليك عشرة يعني وحينما تكتر من الصلاة والتسليم على الحبيب المصطفى ومحمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى يكتر من الصلاة والتسليم فكيف يدخل النحس حياتك كيف يكون لك تعطيل كيف تمنع البركة من حياتك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقضي أكثر من أربعين حاجة من حوائج الدنيا منها قضاء الحوائج ونفي الفقر وننتقل إلى السبب الثالث أحبابي الكرام وهو قيام الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن الحديث هذا رواه النساء والترمذي وقال حسن صحيح وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى تلت الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له إذن التلت الأخير من الليل وقلنا هذا التلت أو هذا الوقت وقت الصحر هو محل للصغفار والذكر والدعاء إذن يستحيل لمن يقوم قيام الليل ويستغفر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت أن يكون هناك نحس في حياته أو تطيل في رزقه أو منع للبركة في بيته وأن تقل بحضراتكم إلى السبب الرابع هو عدم قول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني هذا الذكر مهم في البيت أن تقول بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يعني تقول بسم الله ما شاء الله على أي زينة موجودة في البيت بسم الله ما شاء الله على الأولاد على أي شيء يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وهو لدها الضيف يدخل إلى البيت يأكل يشرب يحمل أسرار البيت ولا يقول حتى بسم الله ما شاء الله لا يقول حتى تبارك الله فيترك عين في هذا البيت خصوصا الطامة الكبرى حينما يكون هذا الضيف حسد يترك حسد في البيت يترك عين في البيت فيأتي النحس إلى هذا البيت ويكون هناك تعطيل ومنع لي البركة بإذن الله تعالى والطامة الكبرى حينما تكون الزوجة قليلة الدين حينما يأتيها الزوج بالنعمة ولا تقول حتى بسم الله ما شاء الله نعم لا تقول حتى بسم الله ما شاء الله يعني يكون البيت داخل دائرة النحس ويكون هناك تعطيل ومنع لي البركة ومحقها ونسأل الله سبحانه وتعالى العفوة والعافية وننتقل إلى السبب الخامس السبب الخامس أحبابي كرام عن الزوجة المنحوسة ألا هناك زوجة من حوسة نعم والدليل موجود في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والضار يقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والضار في زمن هذا الفرس كناية عن السيارة إلى غير ذلك إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والضار ما بالو المرأة منحوسة هنا أحييلكم إلى حديث آخر الزوجة التي تكفر النعمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكتر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهنا الضهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط والحديث هذا متفق عليه الزوجة المنحوسة هي التي تكفر النعمة وتكفر الإحسان وتخرج أسرار البيت الزوجة التي تحسد زوجها في كل صغيرة وكبيرة وهناك الزوجات يتمنون الفقر لأزواجهن بداعي أن الزوجة الغني غالبا ما يفكر بالتعدد إنها الزوجة التي لا تقول بسم الله ما شاء الله الزوجة التي لا تقول تبارك الله وبذلك يكون النحس يحوم حول البيت ويكون تعطيل ويكون منع لالبركة بإذن الله تعالى وفي حديث آخر لا ينظر الله إلى مرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تسغني عنه الحديث هذا أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد وننتقل إلى السبب السادس ووعدم كتمان أسرار البيت السعين على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل دي نعمة محسود السعين على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل دي نعمة محسود إذن حينما تكون الأسرار خارج البيت يكون الإنسان يعيش في دائرة النحس والتعطيل خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسابقة العين النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسابقة العين وأما عن السبب السابع فهو أكل الربا والمال الحرام وصار عديدة إشارت البيوت بالربا بالفوائد البنكية ونست قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني شراء البيوت عن طريق الربا أو المعاملات البنكية سبب من الأسباب لدخول النحس إلى البيوت وتعطير الرزق ومنع البركات إذن هذه هي الوصفة الكاملة وأستغرب ممن خصصوا مئات الحلقات للكلام في هذه المواضيع وأفرضوا للإستغفار حلقات كثيرة وصورة البقرة حلقات كثيرة أيضا وكل واحد يحكي تجاربه وقصصه مع كون الأمر في غاية الوضوح أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسنتنا وأنصح من يشاهدني بالتركيز على هذه السبع نقاط أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر